السلام عليكم يعطيكم العافية انا الاستاذ نور إدريس ان شاء الله اليوم رح نحكي عن درس قوانين اللغريتمات لطلاب الاول ثانوية علمي بداية درس قوانين اللغريتمات عنا اربع قوانين نتعرف على قوانين اللغريتمات درس كثير سهل وبسيط بالنسبة لنا في عنا القانون الاول بحكي لنا لغريتم السين صاد يعني سين ضرب صاد للأساس ألف بقدر اكتب على صورة لغريتم السين للأساس ألف زائد لغريتم الصاد للأساس ألف في رقم اثنين لغاريتم السين على صاد للأساس ألف بتساوي لغاريتم السين للأساس ألف القسم صارت عندي طرح الدرب صار عندي جمع لغاريتم الصاد للأساس ألف في القانون رقم ثلاث معطيني لغاريتم السين قوة نون للأساس ألف في ايش بتساوي نون ضرب لغاريتم السين للأساس ألف كانوا بقول لي هاي القوة انا بقدر امسكها ونزلها وراء الاقتران اللغاريتمي فبتصير حاصل ضرب نون ضرب لغاريتم السين للأساس ألف بالدرس السابق في درس اللغاريتمات حكينا عن قاعدتين أيضا لغاريتم الألف للأساس ألف قلنا هاي ثابته وبتساوي واحد وفيه أيضا كمان قاعدة بتحكينا لغاريتم الواحد للأساس ألف هاي دائما جوابها سفر هذولا الثنتين بنستخدمهم في الحل بالإضافة إلى قوانين اللغاريتمات لو جينا طلعنا على المثال نشوف كيف نستخدم هاي القوانين في حل الأسئلة في المثال المعطينا إياه هون في المثال الأول بحكينا إذا كان عندي لغاريتم الخمسة للأساس ثلاث بتساوي واحد صحيح فاصل أربعمية وخمس ستين بالألف لغاريتم الاثنين للأساس ثلاث بساوي ستمية واحد ثلاثين بالألف طالب منا أوجد له لغاريتم العشرة للأساس ثلاث إحنا هون عشان نقدر نحلها لابد من كتابة العشرة على صورة خمسة في اثنين خمسة تقسيم اثنين ونشوف ايش بده يعطينا بالنسبة لنا كلنا بنعرف انه العشرة هي عبارة عن حاصل ضرب الخمسة في الاثنين طب إحنا ليش مباشرة ما بقدر أوجد له لغاريتم العشرة للأساس ثلاث لأنه هاي بتحتاج لآلة حاسبة لكن أنا عشان أقدر أحلها بدي أستخدم المعطيات اللي معطيني إياها بالسؤال اللي هي لغاريتم الخمسة للأساس ثلاث لغاريتم الاثنين للأساس ثلاث بالإضافة لإستخدامي لقوانين اللغاريتمات فبتعطيني جواب هاي المسألة منيجي منحكي لغاريتم العشرة للأساس ثلاث هي عبارة عن لغريتم الخمسة ضرب اثنين للأساس ثلاث يعني اللي أنا عملته العشرة كتبتها على صورة خمسة ضرب اثنين الخمسة مع قيمة اللغريتم إله الاثنين مع قيمة اللغريتم إله نوزع باستخدام قانون اللغريتمات الأول بتصير عندي لغريتم الخمسة للأساس ثلاث زائد لغريتم الاثنين للأساس ثلاث لغريتم الخمسة للأساس ثلاث معطينا إياه بالسؤال 1.465 بالألف زائد لو قريتم الاثنين للأساس ثلاث قيمته 631 بالألف لو جمعنا هذول العددين هاي منرتب المنازل خمسة زائد واحد ستة ستة زائد ثلاث تسعة أربعة زائد ستة هاي عشرة وبنزل الفاص لمكانها وهي هون واحد 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 هاي صار عندي اثنين فالجواب بالنسبة ان لغريتم العشرة للأساس ثلاث بساوي اثنين فاصلة ستة وتسعين بالألف وهيكا احنا بنكون نقدرنا نحل هاي المسألة لو اجينا على رقم اثنين بحكي لغريتم الخمسة وعشرين للأساس ثلاث انا هاي عشان اقدر احلها الخمسة وعشرين اكتب على صورة حاصل ضرب عددين اما خمسة ضرب خمسة او بقدر اكتب على صورة خمسة تربيع واستخدم القانون الثالث قدامي هون خيارين وطريقتين في الحل هون مني ديять ونتحكي بتصير عنا لغريتم الخمسة تربيع للأساس ثلاث الخمسة وعشرين هي عبارة عن الخمسة تربيع باستخدامنا للقانون الثالث من قوانين اللغريتمات هاي الاثنين نقدر ننزلها وراء اللغريتم فبتصير عندي اثنين ضرب لغريتم الخمسة للأساس ثلاث هس هون باجي بحكي لغريتم الخمسة للأساس ثلاث معطينا قيمته في السؤال فالجواب بالنسبة لي عبارة عن 2 ضرب 1.465 بالألف اللي هو بطلع عندنا الجواب 2.930 بالألف وهيك أنا قدرت أحل هاي المسألة باستخدام المعلومات اللي معطينا إياها بالسؤال بالإضافة إلى قوانين اللغاريتمات لو أجينا على السؤال رقم 3 معطينا لغاريتم 2 على 5 للأساس 3 هاي عشان أقدر أحلها بدي أستخدم قوانين اللغاريتمات فباجي بأحكي هي عبارة عن لغاريتم 2 للأساس 3 ناقص لغاريتم 5 للأساس 3 باستخدام القاعدة الثانية لما يكون عندي قسمة صارت عندي هون طرح وزعت كأني اللغاريتم فبيصير عنا الجواب لغاريتم 2 للأساس 3 قيمته 631 بالألف ناقص لغاريتم 5 للأساس 3 قيمته 1.465 بالألف وهون لما نيجي نترحم الجواب بالنسبة لنا سالب 834 بالألف وهيك إحنا منكون نقدرنا نحل هاي المسألة نكمل حل مثالنا هون نرجع نكتب بس المعطيات لغاريتم 5 للأساس 3 قيمته 1.465 بالألف لغاريتم 2 للأساس 3 قيمته 631 بالألف وإحنا مش مطالبين في حفظ هاي القيم بتكون معطى بالنسبة إنا في السؤال إحنا فقط علينا استخدام القانون في الحل هون في المسألة رقم 4 معطينا لغاريتم 8 للأساس 3 هاي أنا بقدر أكتب الثمانية على صورة 2 تكعيب للأساس 3 هون بقدر أستخدم القانون الثالث من قوانين اللغاريتمات الأس هاي من نزله وراء اللغاريتم فبتصير عندي ثلاث ضرب لغاريتم الاثنين للأساس 3 لغاريتم الاثنين للأساس 3 بالنسبة إنا قيمته 631 بالألف ضرب ثلاث الجواب بالنسبة إنا هو عبارة عن 1.893 بالألف لو ضربناهم بطلع معنا هاي القيمة لو أجينا على المسألة رقم 5 معطيني لغاريتم جذر العشرة للأساس 3 طب هاي بالمقابل مش معطى من معطيات السؤال طب هحنا هون كيف بدنا نقدر نحل بالنسبة إنا هاي المسألة بداية هون عشان أنا أقدر أحلها لغاريتم جذر العشرة للأساس 3 هي عبارة عن لغاريتم العشرة قوة نص احنا بنعرف إنه الجذر بقدر أكتبه على صورة نص للأساس 3 وهون باستخدامنا للقانون الثالث من قوانين اللغاريتمات هاي النص بقدر أنزلها وراء الاقتران اللغاريتمي فبتصير عندي نص ضرب لغاريتم العشرة للأساس 3 لكن إحنا لغاريتم العشرة للأساس 3 قدرنا نوجده في مثالنا الأول اللي هو بالنسبة إنا طلعت قيمته 2.96 بالألف فباجي بحكي هي عبارة عن نص ضرب 2.96 بالألف استخدمناها من المطلوب الأول قيمة لغاريتم العشرة للأساس 3 نص ضرب 2.96 بالألف الجواب بالنسبة إنا رح يكون عبارة عن 1.48 بالألف وهي كي احنا بنكون استخدمنا قانون اللغاريتمات في حل هاي المسألة في رقم 6 معطيني لغاريتم الخمسين للأساس 3 ناقص لغاريتم العشرة للأساس 3 هون لما تكون على هاي الصورة بالنسبة إنا الخمسين انا بقدر اكتبها على صورة 5 ضرب 10 بقدر اكتبها على صورة 25 ضرب 2 بقدر اكتبها على صورة 25 ضرب 2 زي ما حكينا و 5 ضرب 10 وهون عندي ناقص لغاريتم العشرة للأساس 3 لكن الأسهل انا ايش بقدر اعمل بقدر هاي ارجحها باستخدام القانون الثاني من قوانين اللغاريتمات بمعنى اكتبها على صورة لغاريتم الخمسين للأساس 3 على 10 صارت عندي لغاريتم الخمسين على 10 للأساس 3 هاي الطرح رجعتها لقسمة فبيصير بالنسبة لي سفر مع سفر اختصره لغاريتم الخمسة للأساس 3 اللي معطينا اياه قيمته 1.465 بالألف هاي طريقة للحل طريقة ثانية الخمسين انا بقدر اكتبها على صورة لغاريتم الخمسة ضرب 10 لا هي للأساس 3 ناقص لغاريتم العشرة للأساس 3 طب هون الخمسة ضرب 10 انا بقدر استخدامهم الخاصية الاولى في الضرب فبتصير عندي لغاريتم الخمسة للأساس 3 زائد لغاريتم العشرة للأساس 3 ناقص لغاريتم العشرة للأساس 3 هون باجي بحكي لغاريتم العشرة للأساس 3 ناقص لغاريتم العشرة للأساس 3 هاي اختصرتهم الجواب بالنسبة لي بعبارة عن لغاريتم الخمسة للأساس 3 اللي هو بالنسبة لنا قيمته 1.465 بالألف وأنا بإمكاني أحلها بكل تطريقتين لو أجينا على سؤال رقم 7 معطينا لغريتم 15 للأساس 3 بالنسبة لنا عشان نقدر نحلها زي ما حكينا لغريتم 15 للأساس 3 هي عبارة عن 5 ضرب 3 هاي لقيت عددين حاصل ضربهم 15 للأساس 3 هون نستخدم القاعدة الأولى فبتصير عندنا لغريتم 5 للأساس 3 زائد لغريتم 3 للأساس 3 بتبقى علينا هون بس تعويض قيمة لغريتم 5 للأساس 3 اللي هو قيمته 1.465 بالألف زائد لغريتم 3 للأساس 3 حكينا لغريتم الألف للأساس ألف قيمته 1 هون لغريتم 3 للأساس 3 على طول بكته بقيمته 1 بجمح هذول القيمتين فبالنسبة لنا 2. فاصلة اربعمية وخمس وستين بالالف وهيك منكون حلينا هاي المسألة نيجي هون على المسألة رقم ثمانية طالب منا ايجاد لغاريتم لاثنين ونصد الاساس ثلاث هاي عشان اقدر احلها بحولها من صورة عشرية لكسر هي عبارة عن لغاريتم الخمس وعشرين على عشرة للأساس ثلاث باستخدام القانون الثاني من قوانين اللغاريتمات باكتبها على صورة لغاريتم الخمس وعشرين للأساس ثلاث ناقص لغاريتم العشرة للأساس ثلاث طبعا لغاريتم الخمس وعشرين للأساس ثلاث كان مطلوب منا حله بالفرع الثاني وقيمته طلعت معنا اثنين فاصل تسعمية وثلاثين هاي اثنين فاصل تسعمية وثلاثين بالالف ناقص بالنسبة لغاريتم العشرة للأساس ثلاث ايضا اوجدنا قيمته اللي كان بالنسبة لنا اثنين فاصل ستة وتسعين بالالف لو نطرح القيمتين وبطلع معنا جواب هاي المسألة في السؤال رقم 9 معطيني لغاريتم التسعة للأساس ثلاث هون أنا بقدر أحلها بهاي الطريقة باجي بحكي لغاريتم التسعة هي عبارة عن الثلاث تربية للأساس ثلاث هون التربية من نازله ورا اللغاريتم فبتصير عندي اثنين ضرب لغاريتم الثلاث للأساس ثلاث وإحنا حكينا لغاريتم الألف للأساس ألف قيمته واحد إذا كان ما بداخل اللغاريتم يساوي أساس اللغاريتم الجواب بالنسبة إلي واحد فبتصير عندي اثنين ضرب واحد ويساوي الجواب بالنسبة إلي اثنين في المسألة رقم 10 معطينا لغاريتم الواحد للأساس ثلاث كتبنا قاعدة في بداية درسنا لغاريتم الواحد للأساس ألف دائما جوابي بكون سفر وهون باجي بحكي لغاريتم الواحد للأساس ثلاث الجواب بالنسبة إلينا سفر وهيك إحنا قدرنا نستخدم قوانين اللغاريتمات في حل هاي الأسئلة ناجي نحكي هون عن القاعدة رقم 4 او القانون الرابع من قوانين الل止 lim بحكييى اذا كان عندي لغريتم Regular highlighted if a ما بي ساوي п الشرط إذا كان عندي باللغرتم الأول ما بداخله بساوي أساس اللغرتم الثاني وبين اللغرتمين إشارة ضرب لو كان عندي جمع أو طرح أو قسمة ما بتزبط هذه القاعدة الشرط يكون بناتهم ضرب فبقول لي كأني اختصرت الألف مع الألف فصار عندي لغرتم جديد ما بداخله جيم وأساسه بيكون بالنسبة إلي وبما إنها عملية ضرب فالضرب أيضا عملية تبديلية بقدر أكتب على صورة لغرتم الجيم للأساس ألف ضرب لغرتم الألف للأساس با هون أيضا كأني ألف مع الألف فالجواب بالنسبة إلينا هو عبارة عن لغرتم الجيم للأساس با هذا القانون نشوف كيف بدنا نستخدمه معطينا مثال جد قيمة كل مما يأتي رقم واحد لغرتم التسعة للأساس اثنين ضرب لغرتم الاثنين للأساس ثلاث هون بالنسبة لي أساس الإختران اللغرتم الأول مساوي لما بداخل الإختران اللغرتم الثاني هاي اللي اثنين وهون اثنين هون هاي معناته بتساوي عندي الحل اللي هاي جوابها لغرتم التسعة للأساس ثلاث كأني اختصرت الاثنين مع اثنين دمجتم في لغرتم واحد ما بداخله التسعة أساس هذا اللغرتم الثلاث لغرتم التسعة للأساس ثلاث عشان أقدر أحلها هي عبارة عن لغرتم الثلاث تربيع للأساس ثلاث هون انا بقدر انزل الاثنين وراء اللغرتم بتصير عنا اثنين ضرب لغرتم الثلاث للأساس ثلاث قيمته هون بالنسبة لنا واحد فالجواب بطلع عنا اثنين نيجي على المسألة رقم اثنين بحكي لنا لغرتم الخمس وعشرين للأساس ثلاث ضرب لغرتم التسعة للأساس خمسة هون لو اطلعنا ما بداخل لغرتم الاول ما بساوي اساس اللغرتم الثاني وايضا ما بداخل اللغرتم الثاني ما بساوي اساس اللغرتم الاول هون بدي اجهزها بأحد الاطراف اما الخمس وعشرين بكتبها على صورة خمسة تربيع ومننزل الاثنين او التسعة بكتبها على صورة ثلاث تربيع ومننزل ايضا الاثنين فهاي بالنسبة ان جوابها رح يكون عبارة عن لغرتم هاي الخمسة تربيع للأساس ثلاث ضرب لغرتم التسعة للأساس خمسة هون الاثنين انا بقدر انزلها وراء اللغرتم فبتصير عندي اثنين ضرب لغريتم الخمسة للأساس ثلاث ضرب لغريتم التسعة للأساس خمسة صار عندي ما بداخل الاقتران اللغريتم الأول بساوي أساس اقتران اللغريتم الثاني فهي عبارة عن اثنين ضرب باستخدام القانون الرابع بصير عندي ما بداخل لغريتم التسعة الأساس هو عبارة عن الثلاث فصارت عندي اثنين ضرب لغريتم التسعة للأساس ثلاث أوجدنا قيمته في المثال الأول كانت بالنسبة لنا اثنين فالجواب عبارة عن 2 ضرب 2 بيطلع عنا جوابها 4 وهيكي احنا قدرنا نستخدم القانون الرابع من قوانين اللغاريتمات القانون الرابع والأخير نحن نحكي عن قاعدة مهمة جدا في درس قوانين اللغاريتمات بحكي لنا لغاريتم الجيم للأساس ألف شو بتساوي هي عبارة عن لغاريتم الجيم للأساس ب على لغاريتم الألف للأساس ب هاي كيف جبناها أو كيف أنا هاي بدي أستخدمها نشوف كيف بحكي لنا هون عندي اللغاريتم جيم للأساس ألف كأني أنا هون هي حطيت هاي الجيم وهي الألف عملت لكل واحد لغاريتم فرضت الأساس على أي عدد أنا بدي إياه بكون معطينا إياها في السؤال نشوف كيف هاي القاعدة المهمة رح نستخدمها في الحل لو أجينا على المثال اللي عنا هون إذا كان لغاريتم الخمسة اللغاريتم إذا مش كانش مكتوب بالنسبة إليه أساس هو عبارة عن الأساس عشرة فبعا يقرؤها هاي لغاريتم الخمسة للأساس عشرة بتساوي 699 بالألف هون بالنسبة إلينا اللغاريتم الستة عبارة عن 7782 بالعشر ألاف قلنا اللغاريتم اللي ما إله أساس منعتبر أساسه بالنسبة إليه عشرة هون طالب مني طلبين لغاريتم الخمسة للأساس ستة ولغاريتم الستة للأساس خمسة نشوف كيف بدنا نحل بالنسبة لغريتم الخمسة للأساس ستة باستخدام القاعدة أنا بقدر أجي أكتبهم هو عبارة عن لغريتم الخمسة على لغريتم الستة وأنا بقدر أختار الأساس اللي بدي إياه بالنسبة لي هون في السؤال القيمة اللغريتم أو أساس اللغريتم اللي معطيني إياه هون عشرة فأنا بختار لغريتم أساسه عشرة فباجي بحكي هاي لغريتم الخمسة للأساس عشرة على لغريتم الستة للأساس عشرة باجي بحكي لغاريتم الخمسة للأساس عشرة قيمة معطينا إياها في السؤال هاي تعويضها على لغاريتم الستة للأساس عشرة أيضا قيمتها معطينا إياها في السؤال وهيك إحنا منكون حلينا هاي المسألة في السؤال رقم اثنين معطينا لغاريتم الستة للأساس خمسة لغاريتم الستة للأساس خمسة بنفس الطريقة باجي بحكي هاي لغاريتم في البسط لغاريتم في المقام هاي هون عندي ستة وهاي هون عندي خمسة القاعدة اللي معطيني إياها في السؤال اللغريتمية أساسها عشرة فأنا بفرض اختران لغريتمي أساسه عشرة ما بفرضه لا ثنين ولا ثلاث ولا أي عدد بفرضه العدد اللي معطيني إياها بالسؤال هون معطيني لغريتم أساسه عشرة بفرض أساس للغريتم قيمته عشرة فالجواب بالنسبة لي لغريتم الستة للأساس عشرة معطينا قيمتها لغريتم الخمسة للأساس عشرة أيضا معطينا قيمتها وهيكي احنا بنكون أوجدنا لغاريتم 6 للأساس 5 نجي على المثال التالي إذا كان لغاريتم 5 للأساس 3 يساوي 1.465 بالألف لغاريتم 2 للأساس 3 قيمته 631 بالألف جد لغاريتم 5 للأساس 2 زي ما تعلمنا من القاعدة السابقة بالنسبة إلي لغاريتم 5 للأساس 2 هاي بفرد لغاريتم في البسط لغاريتم في المقام بالنسبة لي هاي الخمسة رح تكون في البسط والاثنين هاي رح تكون ما بداخل اللغاريتم في المقام باجي بحكي شو الاساس اللي بدي افرضه افرضه عشرة زي المثال الاول اكيد لا هون في المثال الاول معطيني اساس اللغاريتم عشرة طب في المثال الثاني معطيني اساس اللغاريتم ثلاث فانا بافرضه على حسب القيم الموجود عندي فبافرضه اقتران لغاريتمي اساسه الثلاث صار عندي لغاريتم الخمسة للأساس ثلاث على لغريتم الاثنين للأساس ثلاث هون لغريتم الاخمسة للأساس ثلاث معطينا قيمتها في السؤال 1.465 بالألف على 631 بالألف وهيك احنا اوجدنا لغريتم الاخمسة للأساس نجي على فرع اثنين بحكينا جد لغريتم الاربع للأساس خمسة بنفس الطريقة بافرد لغريتم في البسط لغريتم في المقام هون الأربعة رح تكون هي البسط ما بداخل اللغاريتم في البسط الخمسة ما بداخل اللغاريتم في المقام احنا هون بالنسبة لنا ظل نفرض أساس هذا اللغاريتم قلنا القيم اللي معطينا اياه في السؤال اللغاريتمية أساسها ثلاث فباجي بحكي هاي اللغاريتم أساسه ثلاث بالنسبة لي لغاريتم الأربعة للأساس ثلاث هاي مش جاهزة للحل لأنه مش معطيني لغاريتم الأربعة في السؤال للأساس ثلاث معطيني لغاريتم لثنين للأساس ثلاث فهون باجي بحث هي عبارة عن لغريتم الاثنين تربيع للأساس ثلاث والاثنين بقدر انزلها على لغريتم الخمسة للأساس ثلاث فبتصير عنا اثنين ضرب لغريتم الاثنين للأساس ثلاث قيمته 631 بالألف على لغريتم الخمسة للأساس ثلاث قيمته 1.465 بالألف وهيك انا بكون قدرت استخدم القوانين والقاعدة المهمة جدا بالنسبة انه هون في حل الاسئلة المتعلقة بقوانين اللغريتمات نيجي على المثال الموجود عندنا بقولي اكتب كل من العبارات اللغريتمية الاتية على صورة لغريتم واحد انا عشان اقدر اكتبها على صورة لغريتم واحد هون دعم العملية عكسية لقوانين اللغريتمات كيف يعني؟ باجي بحكي هون عندي في الفرع الاول نص لغريتم السين ناقص ثلاث لغريتم السين زائد واحد بدي اكتبها على صورة لغريتم واحد كيف؟ باجي بحكي العدد اللي وراء اللغريتم هو عبارة عن اسما بداخل اللغريتم باستخدام القاعدة الثالثة او القانون الثالث من قوانين اللغريتمات وهون ايضا الثلاث هي عبارة عن الاس فبصير عندنا لغريتم السين قوة نص ناقص لغريتم السين زائد واحد تكعي بعدها اكتب عندي لغريتم السين قوة نص ناقص لغريتم السين زائد واحد تكعي هسا باجي بحكي لغريتم ناقص لغريتم هي عبارة عن لغريتم قسمة ما بداخل الاقترانين الاقتران الاول بداخله سين قوة نص الاقتران الثاني سين زائد واحد تكعي طبعا انا ما بقدر اعمل العملية العكسية لقوانين اللغريتمات الا لما يكون عندي معامل الاقتران اللغريتمي واحد هون كان عندي نص وهون ثلاث هاي بيتمثل الاوس لما بداخل اللغريتم يعني هون السين الاوس لها نص بعدين بستخدم القانون اذا كان عندي طرح هي عبارة عن قسمة كان عندي ضرب كان عندنا جمع هي بالاصل عبارة عن حاصل ضرب لو اجينا بفرعبه معطينا اثنين لغريتم السين زائد اثنين للأساس ها زائد لغريتم السين للأساس ها قلنا اول شخص يجب أن يكون معاملة الاقتراني اللغريتمي 1 فهي الاثنين هي عبارة عن القص فبتصير عندي لغريتم السين زائد 2 تربيع باستخدام القانوني ثالث من قوانين اللغريتمات زائد لغريتم السين للأساسها قلنا الجمع هي عبارة عن ضرب فبيصير عندي لغريتم الاساسها لسين زائد 2 تربيع ضرب سين وبهاي الطريقة اكتب الفرع الاول والثاني على صورة اقتران لغريتمي واحد نيجي على فرع جيم معطينا اثنين لغريتم الثلاث للأساس خمسة زائد لغريتم الاربع للأساس خمسة ناقص لغريتم جذر الاثنين للأساس خمسة بداية ننخلي معامل اقتران اللغريتم واحد يعني هاي الاثنين هي بالاصل اس فبتصير عندي لغريتم الثلاث تربيع للأساس خمسة زائد لغريتم الاربعة للأساس خمسة ناقص لغاريتم جذر الاثنين للأساس خمسة فبالنسبة ان الجمع هي عبارة عن ضرب فبصير عندي لغاريتم الثلاث تربيع تسعة ضرب هون ما بداخله اربعة للأساس خمسة ناقص لغاريتم جذر الاثنين للأساس خمسة بالنسبة ان تسعة ضرب اربعة قيمتها ستة وثلاثين ناقص لغاريتم جذر الاثنين للأساس خمسة زي ما حكينا الطرحي عبارة فيصير عندي لغريتم الست وثلاثين على جذر الاثنين للأساس خمسة وبهاي الطريقة قدرت انا اكتب هذا الاغتران اللغريتمي بصورة لغريتم واحد نيجي على اخر فكرة في درسنا اللي هي فكرة الاثبات طبعا هون ايضا الاثبات لازم يكون باستخدام قوانين اللغريتمات حلو اتطلع العمر عن الاعBERT يتكلمين ذلك اثبت ان اللغريتم السين تربية ناقص خمسة سين زائد ستة ناقص اللغريتم السين ناقص 2 يساوي اللغريتم السين ناقص 3 هو مستط upgradedها باكثر من طريقة الطريقة الاولى بالنسبة انه لسي مستطيع ذلك he trigger –57 زائد ستة بما انه يقع ناقص فهي عبارة عن قسمه على السين ناقص 2 طبعا قلنا اللغريتم اذا ما كان اللغريتم 거기 اتvo지 لا أن اخفى utilise لغريتم اساسه 10. هون بتصير عنا لغريتم من حل للبسط اللي هو عبارة عن سين ناقص 3 في سين ناقص 2 على سين ناقص 2. السين تربيع ناقص 5 سين زائد 6 تحليلها سين ناقص 3 في سين ناقص 2. هون باجي باختصر سين ناقص 2 مع سين ناقص 2 الجواب بالنسبة لغريتم السين ناقص 3. وهيك انا قدرت استخدم قوانين اللغريتمات لاثبات هاي المسألة. طب كيف يمكنني احلها بطريقة ثانية باجي بحكي السين تربيع ناقص 50 زائد 6 بقدر احللها كيف تحليلها لغريتم السين ناقص 2 في سين ناقص 3 ناقص لغريتم السين ناقص 2. وهيك احنا قدرنا انحلل السين تربيع ناقص 5 سين زائد 6. صار عندي حاصل ضرب القوس الاول والقوس الثاني. بقدر استخدم عليه قانون اللغريتمات الاول. فبتصير بالنسبة لي لغريتم السين ناقص 2 زائد لغريتم السين ناقص 3 ناقص لغريتم السين ناقص 2. هون باجي بحكي لغريتم السين ناقص 2 ناقص لغريتم السين ناقص 2. بقدر اختصرها. الجواب بالنسبة لغريتم السين ناقص ثلاث وهو هذا هو اللي طالبوا منا في السؤال وأنا هون طبعا بقدر أستخدم طريقة واحدة استخدمنا الطريقتين فقط للتوضيح لو أجينا على المسألة الثانية بحكيلي نص لغاريتم السين ناقص اثنين زائد لغاريتم جذر السين زائد اثنين بتساوي لغاريتم جذر السين تربيع ناقص اربعة نشوف كيفنا نستخدم قوانين اللغاريتمات زي ما حكينا عشان أقدر أستخدم قانون اللغاريتم لازم يكون عندي معامل لغاريتم واحد يعني العدد المضروب في اللغاريتم هو عبارة عن أس ما بداخل اللغاريتم فبتصير بالنسبة لي لغاريتم السين ناقص اثنين قوان نص هاي زائد لغاريتم جذر السين زائد اثنين هاي إما بقدر أكتبها على صورة جذر النص هي عبارة عن جذر تربيعي أو السين زائد اثنين أكتبها على صورة نص وأعملهم حاصل ضرب بالطريقتين بعطينا نفس النتج هون لو حولناها لصورة جذر بتصير عندي جذر السين ناقص اثنين زائد لغاريتم جذر السين زائد اثنين عندي لغاريتم زائد لغاريتم لهم نفس الأساس قلنا مش كاتب لي أساس للغاريتم باعتبره عشرة فالأساس متساوي هي عبارة عن لغاريتم جذر السين ناقص اثنين ضرب جذر السين زائد اثنين هون ده أضرب جذر ضرب جذر ونضرب ما بداخل الجذرين فالجواب بالنسبة لي لغاريتم هاي جذر السين ناقص 2 في سين زائد 2 وتساوي بالنسبة انه لغاريتم جذر السين ناقص 2 ضرب سين زائد 2 بالنسبة انه سين تربيع ناقص 4 وهيك احنا بالنسبة انه اثبتنا هاي المسألة نيجي على سؤال رقم 3 بحكيلي اثبت انه لغاريتم الالف للأساس با بتساوي واحد على لغاريتم البا للأساس الاف هون عشان اعرف انا اي قاعدة او اي قانون بدي استخدم في اثبات هاي المسألة باجي بتطلع هون معطيني اساس هذا اللغاريتم الف هون عندي اساس با انا هاي عشان اقدر احلها باجي بحكي هاي اللغاريتم الالف للأساس با شو بتساوي قلنا بفرض لغاريتم في البسط لغاريتم في المقام اللي هي القاعدة المهمة اللي كتبناها هاي عندي الالف وهاي بالنسبة انه البا وبختار اساس لهذا اللغاريتم يكون بالنسبة لي الف هذه لجاريتم الألف وهي هون الأساس ألف نيجي بنحكي ن确ب UhLov0 hilft非 enを 1 1 لغريتم.. نستخدمها في حال المسائل يعني هون لو اجينا اطلعنا على المثال الموجود عندنا هون معطينا لغريتم الخمسة للأساس ستة ولغريتم الستة للأساس خمسة انا هون بقدر اجي احكي انه لغريتم الستة للأساس خمسة بساوي واحد على وابدل ما بداخل اللغريتم واساس اللغريتم لي واحد على لغريتم الخمسة للأساس ستة لغريتم الخمسة للأساس ستة اوجدنا قيمتها وبقدر احلها باستخدام هاي القادة هيك احنا بالنسبة اننا منكون خلصنا درس قوانين اللوجريتمات ويعطيكو الف عافية